السلاح النووي حرام شرعاً ولكنه حلال إذا كان ضرورياً هذه التخريجة توصل عليها علي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للتنصل من فتوى سبق ونعلنها خامنئي اعتبرت أن إنتاج واستخدام السلاح النووي حرام شرعاً الآن أصبح الحرام حلالاً وسيكون مباحاً لإيران أن تنتج قنبلة نووية وأن تستخدمها هذا التعديل لا يفترض أن يكون مفاجئاً فإيران أعلنت رسمياً أنها استأنفت تخصيب اليورانيوم إلى درجة 20% وذلك باستخدام أجهزة متطورة تملك الآلاف منها سلفاً وأنشأت مواقع جديدة تحت الأرض في مجمع نطنز وربما في أماكن أخرى ما تزال غير معلومة للمراقبين الدوليين إيران هددت أيضاً بأنها سوف تقوم بطرد هؤلاء المراقبين بحلول الحادي والعشرين من فبراير المقبل أي أنها منحت الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن شهراً واحداً ابتداء من يوم توليه المنصب لكي يرفع عنها العقوبات ومن الناحية التكنولوجية فإن الوصول إلى نسبة تخصيب 20% غالباً ما يكون أصعب مما بعدها أي أن إيران تستطيع الحصول على كمية كافية من اليورانيوم عالي التخصيب لإنتاج قنبلة نووية في غضون وقت قصير وهناك سببان لذلك الأول هو الابتزاز فإيران تريد أن تبتز الإدارة الأمريكية ودول المنطقة باستعدادها للتحول إلى قوة نووية والثاني هو أنها لا تملك وسائل دفاعية كافية تكفل بقاء نظامها إذا من دلعت الحرب فباستثناء الصواريخ فإيران تكاد لا تملك شيئاً آخر يستحق اعتباره قوة ليس من المرجح أن توجه الولايات المتحدة ولا إسرائيل ضربة لإيران لكبح مشروعها النووي فهذا تهديد ظل يتكرر على مدى أكثر من 30 عاماً ليثبت أنه تهديد فارغ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة